في درسنا اليوم سوف نتحدث عن loops في لغة PHP اللوبس يعتبر أهم جزء من لغة PHP أو أي لغة من لغات البرمجة يتم استخدام loops لتكرار تنفيذ العامر التي تقوم بتحديدها هناك أربع نواع من loops في لغة PHP Will loop ولديك For loop Do Will loop ولديك For H في درسنا اليوم سوف نقوم بشرح لكم عن Will loop في لغة PHP وفي الدروس القادمة سوف نقوم بشرح لكم For loop Do Will loop For H كيفية إنشاء Will loop في لغة PHP سهلة جداً كل ما عليك أن تقوم بكتابة number will ثم تقوم بإنشاء هذه الأقواس ثم تقوم بإنشاء الأقواس المعقوفة كأنها جملة الشرطية if statement نفس الشيء هنا تقوم بوضع الشرط في حال الشرط الذي تقوم بوضع هنا صحيحاً سوف يتم تكرار تنفيذ الأوامر التي تقوم بوضع هنا إلى ما يصبح الشرط الذي قمت بوضع هنا غير صحيح في حال إذا قمت بوضع هنا ضمن هذه الأقواس الشرط غير صحيح لن يتم تنفيذ الأوامر التي تقوم بوضع هنا على سبيل مثال تقوم بوضع هنا واحد أكبر من عشرة هذا الشيء غير صحيح بالتالي لن يتم تنفيذ الأوامر التي تقوم بوضعها ضمن هذه الأقواس لنفترض أن نرغب بأن يتم تكرار التنفيذ الأوامر حسب العدد المرات التي نقوم بتحديدها كيف يمكننا ذلك؟ سهل جداً في البداية دائماً يجب عليك أن تقوم بإنشاء اسم فريابل لأجل العداد على سبيل مثال سوف نسمي اسم فريابل كونتر يمكنك أن تقوم بتحديد اسم الفريابل بنفسك المهم دمنها سوف نقوم بتخزين العداد على سبيل مثال أرغب بأن يبدأ العدد من 1 بدل الصفر إذا نقوم بوضع دمنها 1 هنا نقوم بوضع الشرط على سبيل مثال أرغب بأن يتم تكرار التنفيذ الأوامر 10 مرات إذا نقوم بوضع هنا إن القيمة التي يملكها في عياب العداد كونتر يكون أصغر أو يساوي عشرة ولكن العداد دائما سوف يبقى قيمته 1 وبالتالي دائما سوف يكون الشرط صحيح فهذا الشيء سوف يتسبب في تعطيل المتصفح خاص بك نحن يجب علينا نقوم بتحديد في كل مرة يتم تكرار التنفيذ الأوامر إذا نقوم بوضع هنا نرغب بإضافة 1 للقيمة التي يجب عليكم الفرياب العداد كونتر في اللغة PHP لديك عامل يمكنك استخدامها لإضافة 1 للقيمة التي يجب عليكم الفرياب العداد أو نقص 1 من القيمة التي يجب عليكم الفرياب العداد من نوع الأرقام هم زائد زائد أو نقص نقص في مثال هذا نحن نرغب في كل مرة يتم تكرار التنفيذ الأوامر الذي نقوم بوضع يتم إضافة 1 للقيمة التي يملكه الفرياب العداد كونتر إذا نقوم بوضع زائد زائد ثم نقوم بوضع اللي اسم الفرياب العداد كونتر الآن في كل مرة يتم تكرار التنفيذ الأوامر سوف يتم إضافة 1 للقيمة الذي يملكه الفرياب المسؤول عن العداد وبالتالي عندما يصل للعادة المرات الذي قمنا بتحديدها لكي يتم تكرار التنفيذها سوف يصبح في المرة القادمة قيمة الفرياب العداد على سبيل المسال في هذه المسال طلبنا أن يتم تكرار التنفيذ الأوامر 10 مرات عندما يصل العداد قيمتها إلى 11 سوف يصبح الشرط غير صحيح لأنه 11 يكون أكبر من 10 وغير ما تساوي مع 10 والتالي سوف يتوقف عن تكرار التنفيذ الأوامر الذي نقوم بوضعه هنا على سبيل المسال في كل مرة يتم تكرار التنفيذ الأوامر الذي نقوم بوضعه هنا أرغب بأن يقوم بإنشاء لنا عنصر من عناصر HTML على سبيل المسال العنصر H1 وضمنها أرغب أن يقوم بإعرض لنا القيمة التي يملكها الفرياب العداد المسؤول عنها العداد لنشاهد النتيجة كما تشاهد قام بتكرار التنفيذ الأوامر 10 مرات إذا قمت بوضعه هنا أريد أن يتم تكرار التنفيذ الأوامر الذي قمنا بوضعه هنا 50 مرة سوف يقوم بذلك كما تشاهد وبالتالي أن تحرم في التحديد أي أوامر ترغب أن يتم تكرار تنفيذها حسب المرات التي تقوم بتحديدها على سبيل المسال أرغب بأن أقوم بإنشاء جدول ضرب كيف يمكنني ذلك؟ طبعا هذا الجزء يكون مراجعة للدروس السابقة أقوم بوضعه هنا نرغب بأن يتم تكرار التنفيذ الأوامر 10 مرات أرغب بأن يقوم به أعرض لجدول ضرب 1 ضرب 9 إلى 10 ضرب 9 هنا يتم أعرض لنا القيمة التي يملكها الفريابة كونتر نرغب بأن يقوم بعرض لنا جدول ضرب 1 ضرب 9 إلى 10 إذا نقول القيمة التي يملكها الفريابة كونتر بالإضافة لهذا النص ضرب 9 طبعا الآن لم يقوم بشيء هذا الجزء فقط يكون نص يساوي سوف يكون بهذا الشكل نرغب بأن يقوم بعرض لنا النتيجة هناك أكثر من طريقة لعرض النتيجة الطريقة الأول أن تقوم بإنشاء فريابة سوف نسميها result يساوي ثم تقوم بالتحديد اللسم فريابة المسؤول عن العدات ثم ضرب ثم تصع ثم نقوم بعرض النتيجة هنا لنشاهد كما تشاهد هنا نقول نرغب بأن يتم درب القيمة التي يملكها الفريابة بالإلعدات بالإلعدات التصعام مثلما قمنا بشرح لكم هنا في كل مرة يتم تكرار تنفيذ إلى ومر الذي نقوم بوضعه هنا يتم إضافة 1 للقيمة التي يملكها الفريابة بالكونتر ثم على صبيب المسؤول إذا كان قيمة التي يملكها الفريابة بالكونتر عشرة سوف يقوم بالضرب عشرة بالعدد الذي قمنا بتحديدها ويصبح نتيجة تسعين ثم سوف يقوم بعرض لنا نتيجة الطريقة الثانية لون استخدام هذه الطريقة يمكنك مباشرة تقوم مباشرة بوضع الاقتباس النصي ثم زائد القيمة التي يملكها الفريابة بالكونتر ضرب تسعة ثم زائد نقوم بوضع هذا الجزء ضمن اقتباس النصي لكي يختفي الخطأ كما تشاهد الطريقتين يعمل بشكل صحيح أنصحكم بالطريقة الأول هذا فقط شيء من الأشياء التي يمكنك استخدامها من خلال Loops هناك كثير من الأشياء يمكنك قيام بذلك أهم جزء في هذا الدرس أن تتعلم كيفية إنشاء واللوب من خلال اللغة PHP هذا كان فقط جزء صغير الذي يمكنك قيام بها من خلال Loops في اللغة PHP في الدرس القادمة عندما ننتهي من الأساسيات سوف أعلمكم كيفية استخدامها لإنشاء المواقع في الجزء الأول من الكورس أريد أن أقويكم في الأساسيات اللغة لكي عندما نبدأ بإنشاء المواقع يكون كل شيء بالنسبة لك السهل لا تنسى أن تقوم بمشاركة الكورس مع أصدقائكم ونشره على المواقع التواصل الاجتماعي لتشجيعنا لمواصلة نشر لكم مزيد إن كان لديك أي سؤال بخصوص الدرس اليوم قم بوضعها في التعليقات ولا تنسى أن تقوم دائما بكتاب التعليقات جميلة ودعمنا بإعجابات لتشجيعنا لمواصلة نشر لكم مزيد إن شاء الله أراكم في الدرس القادم إلى اللقاء